فيه النهاردة الحقيقة لاعب برضو واجب علينا الاعتذار بمنطقة الصراحة لان احنا في الاخر بنتعامل مع شاشة وبنتعامل مع فنيات وبنتعامل مع مشهد واخبار اخبار متغيرة اما قلتلكم وركزوا بقى في الكلام لان احنا بنقول كلام الحقيقة فضل لاج كبير جدا بس احيانا الناس ما بتوقفش عنده قلتلكم مباراة المباراة اللي جاية دي هتخلي كولر يغير وجهة نظر وفي لعيبة كتير واحد يقول لي مباراة خلي وجهة نظر مدرب تتغير اه لان في مباراة مواقف قلب فيقول لك اللي عيبة ده خبرة اوي تقلقه خلاص ابتدي الامور تختلف طب النهاردة المباراة ادت لمين ادت لمين والشهة المباراة النهاردة جابت مين جابت مين من سكة ودته في سكة مين الاسم اللي كنا بنقول انه ممكن في اخر الموسم انه ما يكونش موجود في النادي الاهلي كولر بيفكر فيه رمي ربيعة واحد النهاردة من نجوم اللقاء بدئ به النهاردة بداية في مباراة مصيرية لكولر مباراة الاهم في مشواره مع النادي الاهلي لان توصلوا للحضاشر او كانت تخرجوا من حتة بدري اوي بدري اوي لإسمه تاريخ كبير زي النادي الاهلي بس رمي ربيعة النهاردة بصراحة لعيب كبير لعيب كبير ووجب علينا اللي اعتذره نقوله لا هنا فيه كلام الكلام اتغير الكلام هنا على تقيل بقى الكلام اتغير يبقى الكلام كده في نهاية الموسم كلام كده ما بين الراحلين والقاعد وخمسة والاربعة والثلاثة واضح ان فيه لعيبة ممكن يو عندها وجهات نظر اخرى زي محمد هاني كده اما غير وجهة نظره اما كان الحديث في بداية الموسم الرحيل ثم البقاء ثم التآهل ثم المشوار الى المنتخب الوطني المشوار المنتخب بالاقل والزمالك قصير بيتين جنب بعض فالمشوار قريب اعتقد ان رامي رفيق عمل مباراة كبيرة جدا 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 واعتقد النهاردة ان هو يستاهل التحية حسين الشحات ورقة مهمة جدا عند كولر وهو رايق حسين وهو مش رايق حسين تاني خالص عشان نقول الحقيقة حسين اما يبقى مزاجه رايق اما يبقى مزاجه رايق عالمي عارفين الايفير بتاع عالمي هو عالمي اما يبقى مزاجه رايق فحسين الشحات قوة ضاربة جدا ولكن عايز سبات في المستوى واضح كده واضح كده ان النادي الاهلي اجاد في صفقة بيرستاو ولكن احنا ما شفناه مش بيرستاو ابتدى الفترة اللي فاتت مع كولر يدغدغ الدنيا بيعزم سيمفونية محدش يقول ان ده لعيب كرة بيدرب بيانو بيعزم يعني بيعزم أورجي بتاع ما فيش بيستلم الكرة النهاردة يجري الفرقة كلها يحط ده في النص ويودي ده ويجري ده وبيعمل النهاردة كل حاجة وثاني وثالث ورابع الاهلي النهاردة بمزاج عالي قوي لو موفق يكسب خمسة ستة العادي مستريح الشوت الاول هدفين ثلاثة والشوت الثاني هدفين ثلاثة على الثلاث أهداف اللي دخلوا مبروك للنادي الأهلي هارد لك للنادي الهلال السوداني ألف مبروك للكابت محمود الخطيب ومجلس إدارته كان تنظيم اللقاء والمباراة أكتر من رائع مبروك لشباب النادي الأهلي في الإدارة والخبرات اللي كانت موجودة على التنظيم وعلى الحقيقة التعامل مع الجمهور كان مشهد رائع جدا إن شاء الله بإذن الله اللي جاي أفضل هي بداية ولكن كانت بداية صعبة عارفيني إن دائما مشهور الأهلي بيبقى في حتة أبعب من كده ولكن كانت ممكن تتكهرب هدف لحظة كان يدربك المشهد ولكن الحقيقة النهاردة برضو محمد الشناوي كان سابت في أوقات كتيرة جدا بشكل كبير وده برضو اللي راهينا عليه مبارح إن شاء الله بإذن الله القادم أفضل للنادي الأهلي نطلع فاصل وبعد الفاصل محمد فضل نجم التحليم